موسيقى 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 رغم أنه ما يسمى التناوب لسنوات الجفاف تخلق بعض ظرف غير ملائمة بالنسبة للبطاني السياسة المائية جاء لتلقي حلول لهذه العملية من بين السياسة الحالية هي مثلا الأحواض المائية أو ربط الأحواض المائية لأن تسقطات المطرية في المغرب لا يستفد منها على العموم في مجملية كانت تقوطات أليما تذهب من خلال الأنهار الوطنية إلى البحر يعني المصابات ديولها والمصارات ديولها هذه العملية هذه للمغرب الآن كي يحاول أنه يستمت تقوط مطارية في مجمالها أنه يعودها خلق أحواد المائية كسياسة مهمة جدا خلق ما يسمى بتحلية مياه البحر للاستفادة لأن المغرب عنده واجهتين بحريتين الآن حاليا كانت سياسة مهمة جدا هي تحلية المياه العادمة تخلقات للري وخاصة في المناطق العمومية هذا كله لتخفيف الضغط على المياه وعلى ما يسمى المياه الجوفية لماذا هذه العملية؟ لأن الآن كانت معطى آخر هو التغييرات المناخية على الصعيد العالمي التغييرات المناخية خلقت واحد دوروف صعبة جدا على أقصد المغربي لأن المغربي كما كان الحال يتأثر بالقطاع الفلاحي لماذا؟ لأن 50% الساكنة تكون في العالم القراب هذه الساكنة مغدرة واحدة سياسة مهمة جدا هي أنه يحاول ربط الساكنة بالمحيطها للقراب القراب يدخل الماء ويجعله قريبا من الساكنة ربطها بالشبكة الكهربائية هذا كله لكي المغرب يحاول يقلل من الهجرة القرابية الآن الخطورة للجفاف الذي يوقع في سنوات متراكمة أو متتالية يخلق أن هذه المشاكل اقتصادية وهي الهجرة وهي الضغط على المدينة وهي البطالة في العالم القاراوي وهي مشاكل كبيرة جدا سياسة فلاحية في المغرب الآن يجب إعادة نظر بعض القطاعات الفلاحية لماذا؟ لأن أغلبية الآن ما يسمى بالمواد الفلاحية تستهلك مياه كثيرة جدا وهذا المغرب الأخضر أو برامة مغرب الأخضر يحاول أنه يقلل من هذه العملية ولكن هذه السياسة يجب إعادة تقييمها للخروج من هذه الأزمة هذه إذن فالأطار الجانبية للجفاف هي أطار صعبة جدا لأن احتل المغاربة نفسيا يتأثرون بالجفاف ودائما تكون تأثيرات سلبية في الاستثمار في الاستهلاك إلى غير ذلك من الأزمة الاستهلاك أو الاستثمار إما أن الشركات تحاول برمجة استثمارات في سنوات جيدة في لاحية جيدة الاستهلاك لأن ارتفع الأسعار يؤتى القدرة الشرائية للمواطن هذه كلها عوابة اقتصادية سلبية يعني مرتبطة بسنوات الجفاف بخصوص الإجراءات والحلول التي لجأت إليها الحكومة لتخفيف من معدلة الجفاف أو لتدبير الموارد المائية كمشاريع تحلية مياه البحر ما رأيك سد عفنوي؟ فعلا لأن الإشكالية اللي مطروحة في الجفاف المغرب دبالي صبحت مسألة هيكلية كانت قبل مسألة مسألة كانت سموها حناية ضرفية كيكون سنة جافة من بعد كتالية واحد سنة أو ثلاث سنوات كتكون منطيرة كتكون في لحية جيدة الآن مع التغييرات المناخية أصبحت هذه التغييرات أصبحت الوتيرة ديالها أصبحت مرتفعة جدا هذا أخلق واحد الجانب هيكالي فهذه العملية هذه ضروري أنه تكون هناك سياسة ولين قدروا نربطوه أن مثلا سياسة مثلا للأحواض المائية أو سياسة المائية ككل الآن عنده واحد سبغة مهمة جدا لأن مثلا صاحب جلال محمد السادس أنه ترأس ما يسمى باللجنة المخصصة بالسياسة المائية علاش باش يعطي واحد الأولوية باش يبينه بأن هناك أولوية مهمة جدا للماء ما بقاش غير مسألة الفلاحة ولانت موسيقى للماء الشاروب لأن هناك ضغط حتى على الماء الشاروب ولهذا مثلا عندك مثلا الربط بين واد سبو واد أبو رقراق داخل في هذا الإطار أن باش أننا نستفد من واد سبو اللي كانت مشي كلها مصبت ديالها إلى البحر فنحاولوا أنهم نرضوها مثلا ونستفدوا منها في بعض المدن الأخرى لأن هذا الربط يحاول أن يخلقها لأننا في المغرب هناك مناطق رطبة مناطق رطبة ومناطق دات الساقطة المطارية مهمة جدا بعكس هناك مناطق أخرى يعني تعايم للجفاف فهذا الربط هذا هو يخلق أنه واحد توازن داخل الوطن أو داخل رقعة جغرافية للمغرب يعني ما بين ما يسمى إحنا في المغرب لأنه المناطق اللي هي جافة أو تأطر بجافة أو مناطق رطبة لأن هذه العملية هي من بين الحلول المهمة جدا تحلية مياه البحر هي استفادة من الواجهات البحرية المياه العادمة مهمة جدا لأن هذه أولا المغرب يعني واحد تقنيات مهمة جدا فهذا الإطار هذا وذلك مثلا ما وقع مثلا في مدينة الربط تتمعنا داخل يعني واحد البرنامج وهو ناجح جدا مثلا التحلية في نظرك أستاذ حفناوي ما رأيك بخصوص الكلفة دي تحلية مياه البحر الكلفة يمكن في السنوات الأولى قد تكون مرتفعة ولكن الجوانب الإيجابية أو العمل الإيجابية يعني ستخفض من الكلفة ديال لأن مثلا هذه المناطق مثلا الآن نبدأ على مناطق عمومية مثلا مساحة عمومية يعني تستنزف مياه لما تذهب إلى الماء الشارب الماء الشارب الآن كنظرها بمياه عادمة يعني اللي هي منقحة وعندها يعني اللي صالحة للري يعني لا تؤثر متى على الري وهذا كدر لي عملية مهمة جدا ربما الاستثمارات في الأول ستكون مرتفعة ولكن مع الوقت ربما ستكون مهمة جدا وهذا فيها واحد الجانب لأنه هو الجانب البشري هناك مثلا واحد تقنيات للمغرب بدك أنه يتميز بها وكي يعني أنه يعطيها واحد القيمة مهضة مدينة الريباط كمدينة نموذجية قامت باستعمال المياه العادمة في سقي المساحة الخضراء لماذا لا يتم تعميم هذه التجربة في مدن أخرى مغربية لسيما المدن السياحية التي تستعمل الغولف أو مساحة كبيرة خضراء نحن صراحة عن نقل حق في العميم يمكن أن يملكين وأن هذه التجربة الآن هي تجربة ناجحة وذلك جاءت تعميمها مدينة الريباط يعني جاءت تعميمها المناطق الأخرى في المحيط للمدينة الريباط ولهذا فهناك تعميم آخر لربما يجو المناطق أخرى لماذا؟ لأن منك تكون تجربة ناجحة وكي تقدر تقييم ديالها يعني الدولة أنك يبلغ بأن يمكن تعميم هذه العملية على مجموعة المناطق مجموعة للجهات وكي ظهر لي بأن هذه السياسة الآن راية في الطريق مثلا سياسة السدود كانت سياسة ناجعة الآن الحكومة المغربية الحالية تيرجعات للسياسات القديمة التي كانت دائما تنسو أن الآن لبكي المشاريع لبناء سدود ضخمة وسدود تلية وسدود صغيرة لماذا؟ لأن نبان بأن سياسة السدود كانت ناجعة وأنها حاولت تحافظ على واحد التوازن دي الماء الشرم وللماء الصحرم بالنسبة للوطن هذا مهم جدا شكرا جزيلا الأستاذ حفنا وأستاذ تعليم العالي بكلية الحقوق المحمدية على كل هذه التوضيحات شكرا جزيلا مشاهدين الكرام على حسن المتابعة ونضرب لكم موعدا جديد